تواصل موسكو وكييف حربهما الضروس على مختلف محاور القتال داخل الأراضي الأوكرانية أصولاً لمناطق الجنوب الغربي من روسيا في تصعيد متواصلاً بين الجانبين منذ أشهر ينظر باشتعال الأوضاع أكثر فأكثر سيما مع استمرار غياب أي حلول لإنهاء الحرب أبرز الهجمات كان من نصيب أوكرانيا حيث أعلنت استخباراتها العسكرية مسؤوليتها عن تدمير جسر لسكك الحديدية في منطقة سامارا الروسية الواقعة على بعد أكثر من 750 كم من الحدود الأوكرانية المخابرات الأوكرانية قالت إن جسر السك الحديدية فوق نهر تشابايفكا في منطقة سامارا أصبح غير صالحاً للاستخدام مشيرة إلى أن الجسر تعرض لأضرار بسبب تفجير جسء من هيكله وأنوهت إلى أن هذا العمل سهم في إبطاء نقل المعدات العسكرية من جانبها ذكرت وسائل إعلام روسية أن عبوة الناس فألحقت أضراراً بعمود جسر للسكك الحديدية فوق نهر تشابايفكا في الجزء الرابط بين بلدة سبيزدا ومدينة تشابايفك ما تسبب بتوقف حركة القطارات إلى ذلك أشارت شركة السكك الحديدية المحلية الروسية أن الواقع لم توقع إصابات وقالت إن الحادث نجم عن تدخل أشخاص غير مرخص لهم وهي عبارة تستخدمها السلطات الروسية عند التحدث عن هذا النوع من الحوادث وفق ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية تطور عسكري ترافق مع هجمات متواصلة تشنها القوات الروسية على مختلف المحاور في شرق وجنوب أوكرانيا وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها تمكنت من تحسين مواقعها على محور كوبيانسكا في منطقة خاركيف وتحقيق تقدم على محور أفديفكا شرق أوكرانيا وشهدت محاور القتال في الشرق الأوكراني تقدما ملحوظا من جانب الجيش الروسي ما تسبب بفقدان أوكرانيا التي تعاني نقصا في الذخيرة مزيدا من الأراضي